اشتركوا في القناة الذي يطلع به مجلس النواب وحرصنا على تحقيق ما يطرحه النواب لانها تمثل تطلعات شعب عزيز علينا وضع ثقته في نوابه الذين لن تدخر الحكومة جهدا في معصلة مد جسور التعاون معهم فيما اكد النواب الذين تشرفوا بلقاء سموه ان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء رمز للعمل الوطني وقائد للتنمية في الوطن منذ انطلاقتها والملجأ للإسراع بكل امر يخدم الوطن والمواطن هذا وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر الرفاع صباح اليوم عددا من اصحاب السعادة عضاء مجلس النواب وذلك في اطار اللقاءات التي تخدم تعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وخلال اللقاء شدد سموه على ان كل امر يرتقي بحياته المواطن ويوفر له احتياجاته الاسكانية والصحية والتعليمية ندعمه ونشد على يد من يبادلنا الاهتمام بان يكون تلبية هذه الاحتياجات على رأس اولوياته وقال سموه للنواب احيي فيكم روح الشباب وندعم جهودكم بالتعاون المطلق معكم فانتم تمثلون الشعب وما تطرحونه تحت قبة البرلمان هو انعكاس لتطلعات المواطن ويحظى بمتابعتنا واهتمامنا ونعمل على تضمينه في برنامج ومشاريع الحكومة في اطار ما تسمح به الامكانيات وضف سموه لنكن يدا واحدة موجهة للبناء في هذا الوطن العزيز ولتكن حماسة الشباب فيكم محفزة نحو مزيد من العطاء الذي يخدم العمل الوطني وكذا صاحب السمو الملكي رئيس رزراء على ضرورة الاهتمام بالتطوير المستمر لأفاق التعاون الحكومي البرلماني فهذا التعاون هو الدعم للمزيد من الانجازات لذا يجب عدم السماح بأي امر يبطئ من مسار هذا التعاون والتنسيق ودعا سموه الى توحيد الكلمة والاتفاق على ما فيه الخير والمصلحة فكل عضو في مجلس النواب يمثل شعب البحرين ونحن على ثقة بان ابناءنا في مجلس النواب اهل لهذا التنفيذ الرفيع للمواطن وشدد سموه بان عجلة التطوير ماضية لتطال مختلف مناطق البحرين وفي شتى المجالات التي تشكل اهمية للمواطن والحكومة ولله الحمد نجحت في خلق منظومة خدمية متطورة في اجواء امنة ومستقرة وشدد سموه على انه لا يقبل ابدا التعطيل في اي مشروع يهم المواطن وكافة المشروعات تخضع للمتابعة المستمرة لضمان التزام الجهات المعنية بالجدول الزمني الموضوع لتنفيذها ترجمة نانسي قنقر